اصعد الله مساءكم بكل الخير اهلا بكم مشاهدين الى نفذة اخبارية جديدة اهتزت الارض بقوة من جديد في مصر وايقضت معها كوابيس الماضي في العام 1992 حين هرب الجميع الى الشوارع وحملوا قلوبهم في ايديهم وفروا هاربين بحثا عن الامان لتستقر انفاسهم ويطمئنون على ارواحهم التي بين جنباتهم فماذا حدث في رفح ضرب زلزال ضخم بقوة 5 درجات فاصل 6 على مقياس رختر جمهورية مصر العربية يعد من بين اقوى الهزات الارضية التي ضربت مصر خلال العشر سنوات الاخيرة هذا ورصد المعهد القومي للبحث الفلكية الهزة الارضية بقوة 5 درجات فاصل 6 وعلى بعد 730 كم شمال الرفح شرقية مصر وعلى عمق 17.5 كم هذا وكشف الدكتور راجاد القادي رئيس المعهد ان محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت الهزة الارضية في تمام الساعة الثامنة و44 دقيقة و51 ثانية صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت المحلي لمدينة القاهرة لافتا الى انه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة اوقوع خسائر في الارواح والمنشآت وكان مشاهدنا علماء الزلازل قد حذروا من ان المناطق التي تطل على البحر المتوسط هي الاكثر عرضة للزلازل وذلك للتقارب بين الصفائح الارضية للقارتين الاوروبية والافريقية هذا وتسبب هذا الزلزال في قلق المتابعين والمهتمين بالزلازل لانه على الرغم من ان مصر تعتبر بعيدة كل البعد عن خطر الزلازل وايضا الاحزمة الزلزلية وفقا للتصنيف العالمي للمناطق الاكثر عرضة للزلازل حيث انه بعد زلزال التركي المدمر في شرق المتوسط في السادس من فبراير الماضي والذي تسبب في رحيل نحو خمسين الف شخص في تركيا وسوريا والاف المنازل المهدمة والخسائر بالمليارات تعرضت مصر للعديد من الزلازل والهزة الارضية المتوسطة الشدة دون اضرار او خسائر ولكنها ضربت ارجاء مصر بوتيرة متزايدة عن المعتاد ناسيما مع بعض النشاط الزلزالية في حفرة الانهدام في البحر الاحمر هذا وتعد حفرة الانهدام هي اخطر الصدوع الارضية ويبلغ طولها اكثر من ستة الاف كيلو متر وتمر بالبحر الاحمر الى عمق القارة الافريقية ويتوقع علماء الزلازل حدوث زلزال ضخما بحفرة الانهدام في منطقة خليج العقبة يتسبب في خسائر فادحة ويكون اقوى من الزلازل او من الزلزال التركية هذا وكان الدكتور راجد القادي قد كشف عن اهم النقاط الزلزالية الناشطة في مصر مثل خليج السويس وكذلك تلك المنطقة بجنوب غرب القاهرة التي كانت مركزا لزلزال عام 1992 بالاضافة الى منطقة والمنطقة الشمالية والمجاورة لجزرة كريت هذا ولفت القادي الى انه مع قيام مصر بانشاء السدود والخزانات المائية تم استحداث مناطق ونقاط بها نشاط زلزالية وهي محيط خزان اسوان وسد العالي نتيجة ضغط المياه المخزنة وتوجد بعض النقاط في العالم هي الاكثر عرضة للزلازل من غيرها لسيما مناطق احزمة الزلازل حيث يعد الحزام الناري هو الاخطر على الاطلاق ويحدث به نحو 80% من الزلازل والبركين في العالم ثم يأتي الحزام الالبي والذي يحدث به 17% من الزلازل وتوجد ايضا منطقة حزام منتصف الاطلسية ومع كل ذلك تزداد وطيرة الزلازل منذ بداية العام فهل تشهد مصر تغيرا وتكون ضمن الدول النشطة زلزليا بهذا نص المشاهدين الى الختام شكرا لكم على المتابعة في امان الله